معارك عنيفة تشهدها محافظة تعز في الجبهة الشمالية الغربية وتحديدا في معسكر الدفاع الجوي حيث دارت مواجهة شرسة بين رجال الجيش الوطني مسرودين بأفراد المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية استطاع من خلالها رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من إحكام سيطرتهم على أجزاء كبيرة ومواقع استراتيجية كانت تقع تحت سطوة الميليشيات الانقلابية مسيطرة على الدفاع القويب الكامل جميع الثقنات والثغرات الآن بدأ بعض الشباب تفكيك بعض الغام الذي تعيق بالتقدم السريع والقناصة والهون الذي تعيقنا هنا ولكن الآن سيتم السيطرة والتتباه عليه من قبل الوعش ونحن الآن في آخر معقل من معاقل عفاش كان في تعز وإذا تمت سيطرة عليه إن شاء الله اليوم إلى آخر شارع الستين إن شاء الله سيتكون المعركة القادمة هي الحوان بإذن الله يعني الشباب حيوية ومستعدين للصمود إلى آخر واحد القصف المدفعي العنيف وتمركز قناصات الميليشيات ومحاولاته المستمتة من أجل استعادة المواقع التي سقطت منه يوضح الأهمية الاستراتيجية لتلك المواقع التي أصبحت شبه محرارة بالكامل فيما يؤكد شباب المقاومة عن صمودهم وثباتهم والعمل على تحرير بقية أجزاء المعسكر خلال الأيام القادمة طبعا نحن الآن في قلب الدفاع ونحن في المنطقة المرتفعة على الدفاع كامل إلا أن هناك قيوب الحواثة في المنطقة الشمالية الشرقية للدفاع وهم مستميتين على موقع الدفاع القوي بحكم موقع الاستراتيجي وهناك شهداء من قارب سنة شهداء من الصباح لكن قتل الحواثة كثيرا عن قارب ثمان قساس موجودة عن قنبنا نشوفها ولكن نبشركم أننا سابت هنا وننسحب من هذا المكان وسنسيطر على الدفاع اليوم أو غدا بالكثير بإذن الله لا زالت الشباكات مستمرة هنا ولا زال شباب المقاومة الشعبية مسندين برجال الجيش الوطني يواصلون تقدمهم فيما تستميت الميليشيات الإنقلابية للسيطرة على هذا الموقع ولكن لا مجال لذلك حمزة أمين قناة بلقيس من معسكر الدفاع الجوي بمحافظة تعيز